أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي التتشين الرسمية للحملة الانتخابية وخلال مؤتمر صحفي لفت المستشار محمود فوزي لأن الحملة ستعتمد الشفافية والعلانية وستقوم بإعلان كل أنشطتها في المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أعلن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية عن تدشين الحملة بشكل رسمي بعد تقديم أوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات وذلك من خلال استفاء كل القواعد والشروط الخاصة بالترشح بالنسبة لتأييدات المواطنين فالعدد هو مليون مية وثلاثين ألف مية وخمسة مواطن سبعمية واربعين ألف بنسبة تزيد على الثلثين كانت من الإناث من السيدات وتلتمية أربعة وستين ألف من الذكور بنسبة تجاوز الثلث قليلا اللافت للنظر أن أكبر شريحة عمرية أصدرت تأييدات لسيد المرشح الرئاسي كانت من نصيب من هم أقل من سن خمسة وثلاثين سنة سن الشباب بواقع خمسمية واربعتاشر ألف تأييد المستشار محمود فوزي أكد استعداد الحملة الكامل للتواصل مع حملات باقي المرشحين للوصول إلى مشهد مشرف يلق بمصر والمصريين ونوهب أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وجهب أن تكون حملته غير نمطية تقوم على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع وتستهدف بشكل خاص فئة الشباب نتقدم كحملة بالتحية لكل راغب الترشح ونحن ننظر لهم بعين الاحترام الواجب وندعوهم إلى خوض غمار المنافسة الانتخابية بشرف وتنافس بما يعكس الأصالة والحضارة المصرية المترسخة فينا ونحن في حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي على استعداد تام وكامل للتواصل مع الحملات النظيرة للوصول إلى هذا المشهد المشرف الذي يليق بمصر وبالمصريين فهذا هو وقت العمل واستكمال الحلم وبناء المستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا في نهاية المؤتمر أوضح رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إنه ابتداء من الإسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات جماهيرية ونخبوية للتعرف عن قرب عن خطة الحملة المستقبلية مع التأكيد على ضرورة الفصل التام بين نشاط الرئيس ونشاط الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي جرمين إبراهيم التلفزيون المصري